سلامت الله وبركاته معلول وشحات سبب أزمة شيكابالا موقف شيكابالا الرائع مع مؤمن ذكرية تحدث أحمد غانم سلطان نجم الزمالك السابق عن مباراة الفريق الأخيرة في السوبر والتي خسرها على ملعب هزعب زايد في الإمارات بالخسارة أمام الأهلي بهدفين للشيء أحمد غانم سلطان عبر تصريحات إزاعية لها حرص على الحديث عن اللعب شيكابالا والمشادة التي حدثت معهم قبل نهاية المباراة وقد تحدث خلال مدخلة هاتفية مع برنامج ديربي مع عمر الربيع سين على إزاعة القاهرة القبرى حيث أرى أحمد غانم أن سناء الأهلي علي معلول وحسيني شحات هما سبب تلك الأزمة الصغيرة بسبب حرصهما على استفزاز شيكابالا وتابع أن معلول ذهب إلى شيكابالا وكان يحاول استفزازه أكثر من مرة خلال المباراة كما فعل أيضا حسيني شحات نفس الأمر الذي تحدث أنه استفزاء الأباتشي وبشيء وبألفاظ خارجة كما أشهد بلقطة شيكابالا الإنسانية مع مؤمن زكريا وأيضا مع سيد عبد الحفيز ومدير القرى في النادي الأهلي مؤكدا أنها كانت لقطة رائعة للأباتشي ترجمة نانسي قنقر